حصيلة القتلى والجرحة في صفوف جيش الاحتلال وهي تبدو مرتفعة وترتفع كل يوم أكثر وأكثر أي دلالات تحمل هذه الحصيلة؟ يعني إذا أخذنا هذه الأرقام على أنها أرقام حقيقية ونقبل أن نخذعها للنقاش هي تعكس وقع ميداني معين وبالتالي هي تؤكد ما يتم التداوله وبيانات حزب الله بعد تقريبا حوالي شهر لا يزال القتال وتحدث المال على النوع على الخط العزرق الاختراقات ليست على عمق المنطقة كاملة إنما في مناطق محددة تسمع طبيعة الأرض سواء في منطقة عيد الشعب أو العديسة أو رامية أو غيرها الآن هناك خمسة فرق تم حشد خمسة فرق أي قوة هائلة جدا هذه الخمسة فرق تقاتل على شريط طوله مئة وخمسة كلمة الآن وضع فرقتين في أسباع الجليل فرقة 98 فرقة 91 تنظيمهم الغتالي مختلف بعد الفشل المتكرر في منطقة كفركلة لعديسة رب ثلاثين أعاد دمج القوة وشكل ما يطلق عليه مجموعات القتال ما الهدف؟ الهدف من أجل تجاوز الأخطاء والإخفاقات هو في البداية تتكون هذه الفرقة من لواء كومانديس لواء مظليين ولواء آل الآن ماذا عمل؟ عمل على دمج وحدات القتال في المستوى الأدنى بدل أن تكون كتيبة القوات الخاصة الكومانديس لوحدها لا أخذ سرية كومانديس سرية مظليين وسرية دبابات وعمل ما يطلق عليه التاسك فورس وبدأ يدفع بسراية القوات الخاصة والمظليين تحت الإسناد الناري لأن القوات الخاصة والمظليين ستقاتل بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وتحقق الالتحام البوباشر رغم كل ذلك فشل في الوصول إلى الأهداف التعبوية إذا تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا أنا أتحدث عن رب ثلاثين إذا لم يسيطر على رب ثلاثين سيبقى موقفه ضعيف ولم يسجل له أي اختراع فايز من هذه الأعداد المرتفعة في القتلى والجرحة في صفوف الجيش ماذا نستنتج عن نمط المعارك وكيفية حدوث هذه المعارك في داخل القرى؟ الآن هذه المعارك جاءت نتيجة تجارب سابقة تحديدا 2006 لأن 2006 حقق اختراقات حتى مجزرة الوادي وبالتالي تم الانسحاب عندما تم تدمير 12 دبابة الآن حزب الله هكذا أتصور بنى خطة الدفاعية أولا قسم المنطقة الجنوب الليطاني إلى قسمين وخصصها لنصر وعزيز الآن نصر مسؤول عن قاطع عزيز مسؤول قاطع هذا باعتبره مستوى عملياتي لكن هذا المستوى العملياتي انبثق منه خطة نزلت حتى المستوى الأدنى حتى مستوى مجموعة القتال تحدث الرمال الآن وقال أن البيوت ملاسقة للخط الأزرق وبالتالي يدخل ليلا يفجر هذه البيوت وعرض صورة الآن القتال بمر في خمسة مستويات وفي عجاله المستوى الأول المستوى الالتحام المباشر مع القوات الموجودة في العقد القتالية والمعززة بقوات الرضوان المتحركة المستوى الثاني القصف لأي قوات إسناد تدخل الخط الأزرق المستوى الثالث قصف تحشدات المباشرة على الخط الأزرق المستوى الرابع بالأمس كان هناك إعلان من حزب الله بأن حدد خمسة وعشرين مستوطنة يجب أن يتم إخلاءها لأن جيش الاحتلال يتواجد فيها أو حولها والمستوى الخامس أن القصف الآن بالمسيرات والصواريخ بدأ يصل جنوب تل أبيب هذه المعادلة بدأ يصل جنوب تل أبيب لواء فايز واليوم يستهدف مصانع عسكرية أيضا ما دلالة ذلك الآن هناك هدهد واحد اثنين ثلاث أربعة حددت الأهداف والآن خلاصة هذه هي ما يطلق عليه بنك الأهداف مضاف لها الأهداف المسجلة سابقا والتي ستسجل لاحقا هذه الأهداف تصنف إلى أهداف استراتيجية من وجهة نظر عسكرية أو اقتصادية التي هي الصناعية يعني هناك تصنيفات لهذه الأهداف توضع أولويات تعامل مع هذه الأهداف الآن صاحب القرار هو الذي يحدد أستهدف قليلوت أستهدف شركة رفائل أستهدف إذن هناك معطيات معينة تجعل متخذ القرار يحدد الهدف وآلية مهاجمة الهدف وحتى هذه اللحظة حزب الله أهم شيء استعاد توازنه العملياتي والتكتيكي والمعارك تثبت ذلك شكرا جزيلا لك لفايز دوير الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك